السلام عليكم ورحمة الكرام أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث والتسعين من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين كلمتنا لهذا اليوم كلمة born سوف نتعلم استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن اضغط على عجاب واشتركه في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو في جميع وسائل التواصل الاجتماعي فنحن نضع في هذا الكورس الكثير من الجهد والوقت شكرا لك على مشاركتك هذا الفيديو أيضا في نهاية هذه الحلقة كلمة born تأتي بمعنى مولود أو مولود بالفترة born هيا لنشرح هذه الكلمة existing as a result of birth يعني موجود نتيجة للولادة لأن الإنسان نولد هذا النتيجة ماتة إنه مولود مثلا كالمثال عدنا مولود في لندن she was born in London لأن إجت للدنيا في لندن فأصبحت لندن هي نتيجة للولادة she was born in London she was born in London ولدت في لندن ركز على المعنى للجملة هذه بحاول أن تحفظها she was born in London she was born in London مثال الثاني having a specific nationality having a specific nationality لأن الشخص عنده هوية معينة لدولة معينة a German born philosopher a German born philosopher فيلسوف ألماني المولد ولد في ألمانيا فيلسوف مولود في ألمانيا a German born philosopher a German born philosopher فيلسوف يعني فيلسوف German born مولود في ألمانيا أو فيلسوف ألمانيا having a natural ability to do a particular job having a natural ability to do a particular job عنده القدرة الطبيعية عند قدرة طبيعية having a natural ability قدرة طبيعية to do a particular job لعمل to do لعمل a particular job عمل معين جيد she is a born engineer إنه مولود كمهندس يعني بمعنى أنه عند الحس الهندسي من الولادة من الفطرة he is a born engineer he is a born engineer يعني مولود كمهندس يعني عنده حس الهندسة من البداية من الولادة ممتاز he is a born engineer born أهم مرادفات كلمة born by birth by birth بالولادة native native فطري natural طبيعي هذه أهم مرادفات كلمة born حاول الآن أن تكتب كلمة born تضعها في جملة ضع كلمة born في جملة وكتبها في التعليق أسفل هذا الفيديو حتى يستفاد منها الآخرون أيضا لا تنسى أن تكرر جميع العبارات بصوت مرتفع لكل عبارة خمس مرات حتى تتقنها بشكل جيد وأيضا اكتبها في كل رأسك فهذا شيء مهم جدا شكرا لكم على المتابعة استمروا بالمتابرة بتعلم اللغة الإنجليزية وانتظرونا في الحلقة القادمة كلمة box سوف نشرح معانيها كلها في الحلقة القادمة في دقيقة شكرا لكم وإلى اللقاء